يحدث مجدداً وكأنه الأمس القريب حمص وحلب والغوطى وغيرها الكثير آلة تدميرية وصفت بأنها الأكثر وحشية في العالم الحديث تواجه مدناً بسكانها فتقتل من تظفر به وتهدم كل حجر قائم ثم تهجر ما تبقى أسلوب يذكر بقرون مضت وانتهاكات ظل التاريخ يذكرها حتى أعيدت في سوريا درعا تلتحق بمثيلاتها من المدن السورية التي أدمتها براميل النظام والصواريخ الروسية ورصاص الميليشيات المدعومة من إيران حصار وتجويع وقصف مكثف قوبل بصمود سكان الذين لا يمتلكون سوى الأسلحة الخفيفة للدفاع عن أنفسهم أمام قوة تحاربهم وجودياً اتفاق تسوية برعاية الروسية يفشل مرة وينجح أخرى لكن المحصلة واحدة ترسيخ أقدام إيران في سوريا أبرى نظام الأسد الذي لا يتوانى في تكرار ما تعده الأمم المتحدة جريمة حرب أمام العالم كله الذي يكتفي بالصمت الاعتلاف السوري والمعارض حذر من المشروع الإيراني في جنوب البلاد لا سيما في درعا والذي يهدف إلى تغيير البنية السكانية في المنطقة بالتنسيق مع النظام والروسيا كذلك أكد الاعتلاف أن إيران تسعى للتغيير الديمغرافي في درعا عبر الحصار والقصف وصولاً إلى التهجير القصري للسكان بهدف إحلال الميليشيات الإيرانية المتعددة الجنسيات مكانهم موضحاً أن المشروع الإيراني لن يقتصر على سوريا فقط بل سيمتد إلى جميع دول المنطقة خاصة الأردن ودول الخليج العربي ما لن تتدخل الدول الفاعلة بشكل عاجل لإنقاذ أهالي درعا ورفع الحصار عنهم وحمايتهم من الميليشيات الإيرانية وقوات نظام الاعتلاف حذر من الانخداع بالدعاءات روسيا عن وجود اتفاق مع تركيا يتضمن تهجير أهالي درعا لا سيما أن سكان المدينة خبروا خداع الروس وإخلالهم بالاتفاقيات ورب سائل يسأل متى سيدرك العرب أن مسلسل الأحداث في سوريا لن يتوقف عندها طالما بقيت إيران تتحرك دون رادع